هذا ويتدين مملكة البحرين تفجير الإرهابية الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بدولة الكويت الشقيقة وتؤكد البحرين أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الجميع فالمصاب واحد والموقف واحد ضد الإرهاب المجرم الذي يتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية ويتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة وكافة الأديان والشرائع وتحذر مملكة البحرين من أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تهدف لإشعال الفتنة الطائفية والدينية بين المسلمين وجرهم إلى صراعات مقيتة ومدمرة للجميع وتعرب مملكة البحرين عن خالص التعازي والمواساة لقيادة وشعب الكويت الشقيق ولأسر ضحايا هذا الحادث الأليم ودويهم فأنها تشيد بالجهود المباركة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وتؤكد مملكة البحرين موقفها الداعم لدولة الكويت الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار في مختلف أرجاء البلاد مشددة على مساندتها لجميع الجهود الدولية المبذولة من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد جميع الدول والشعوب دون تفرقة أو تمييز وتخليص العالم من تلك الآفة الخطيرة ترجمة نانسي قنقر